رحبت نقابة الصحفيين بالتوجهات الرئاسية بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة وثمنت النقابة التوجهات الرئاسية بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول إلى عقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ وأكدت نقابة الصحفيين أهمية ما تضمنه التوجه الرئاسي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات المتوافق عليها استجابة لمناقشات الحوار الوطني